موسيقى اللجنة الوطنية لأمن الطيران تعلن اتخاذ الترتبات اللازمة لتوفير القيادة المنسقة لمجال الطيران لضمان الإقامة لأمنة للمشاركين في قمة الاتحاد الافريقي موسيقى وزير الصناعة يؤكد التوصل لاتفاق بشأن الإصلاحات التشغيلية لدعم مجمعات الصناعية الزراعية بطريقة نفطة مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بكم في نشرة الأخبار التي يقدمها لكم من استوديوهات هيئة الإذاعة الإثيوبية أنا عبد الرحمن أمين تم التوصل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات التي يتم من خلالها دعم الصناعات الزراعية بطريقة أفضل وصرح وزير الصناعة السيد ملاكو اللبل أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات التشغيلية لدعم المجمعات الصناعية الزراعية بطريقة أفضل ووضح الوزير أنه بحث مع نائب المدير العام لمنظمة لما المتحدة للتنمية الصناعية فاتو حايدرانان بشأن تحسين إجراءات دعم الصناعات الزراعية بشكل أفضل وذكر الوزير أن المناطق الصناعية لا تتمتع بعلاقة قوية مع المجتمع المحلي فحسب وضرب منطقة هواسي الصناعية كمثال أشار إلى أنه ينبغي إنشاء النظام لدعم المؤسسات لتمكين المجمعات الصناعية من إقامة علاقات اقتصادية وثيقة مع المنطقة التي يتم إنشاؤها فيها وقال إنه بعد التدريب في المتنزهات لسنوات طويلة وجمع المعرفة المحتملة في العديد من المجالات فإن المواطنين الذين تركوا القطاع لأسباب مختلفة توصلوا إلى إجماعين لاستخدام معارفهم في العمل ترجمة نانسي قنقر الوطنية لأمن الطيران أنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير القيادة المنسقة لمجال الأمن الطيران لضمان الإقامة الآمنة للضيوف المشاركين في القمة السابعة والثلاثين المقبلة لاتحاد الإفريقي وعلى الضغم من أن العمل الأمنية والجهزية لقطاع الطيران يتم تنفيذهما بشكل فعال طوال 12 عاما تجد الاستعدادات لأول مراجعة وطنية تجريها منظمة الطيران الوطني المدنية أيساو في يونيو كما أشرت اللجنة إلى أن جميع المؤسسات العضاء في اللجنة ستقوم بمسؤولياتها التي تراقبها القائمة المرجعية من خلال المشاركة في تقديم الدعم والتعاون اللازم لعملية التدقيق التي تجريها منظمة الطيران الوطني الدولية اللجنة الوطنية لأمن الطيران هي لجنة تضم عشر مؤسسات ضد سلة مباشرة بأمن الطيران بما في ذلك جهاز الأمن والمخابرات الوطني وهيئة الطيران المدنية ومجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية والشرطة الفيدرالية ووزارة الخارجية والهجرة والمواطنة أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية أنه تم الانتهاء من تشغيل وإنشاء أكثر من ثلاثمائة منشأة صحية خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام المالي الحالي وأدلى وزير الدولة للصحة دكتور درجي دوغوما ببيان بشأن أداء المؤسسة لمدة ستة أشهر وأشار وزير الدولة في تصريحه إلى أنه يتم تنفيذ العديد من الأنشطة لتوسيع نطاق الوصول للخدمات الصحية في البلاد وإشار إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء أكثر من ثلاثمائة منشأة صحية وتشغيلها خلال الأشهر الستة الماضية وحدها وقال أيضا إن مئة وستة مراكز صحية حاليا على مستوى البلاد لديها القدرة على تقديم الخدمات الجراحية وذكر أنه تم إنشاء مختبر قياسي ومبدا تدريبي في معهد أبحاث أرمار هانسون وأشار أيضا إلى أنه يجري إنشاء منشأة علاجية للطواري مكونة من سبعة طابق في مستشفى ألرت وأمنا مكونا من 12 طابقا في مستشفى أمانويل أجرت إثيوبيا وجمهورية باكستان الإسلامية مشاورات ثنائية في إسلام أباد حول مجال التعاون الاقتصادي وترأس الوفد الإثيوبي وزير الدولة للمالية حيث أجرى مناقشات مع وفد باكستاني بقيادة وزير المالية الباكستاني شمشاد أختار وشارك المحافظ بنك الدولة الباكستاني جميل أحمد وكبار المسؤولين من وزارة المالية في جمهورية باكستان الإسلامية في الاجتماع وأجرى الجانبان محادثات مثمرة حول موضوعات ذات اهتمام مشترك بما في ذلك التعاون الثنائية في القطاع المالي لكل البلدين وفقا لما ذكرته سفارة باكستان في إثيوبيا وعربت الحكومتان عن عزمهم تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين صرح نائب عمدة مدينة أديسة بابا ونائب رئيس مكتب التنمية الصناعية توجه سيد جاندرار أباي أنه من خلال رعاية الموارد الثقافية وحمايتها يجب أن تلعب دورا إيجابيا في التنمية وتماسك المجتمع وعقد المهججان الثقافي الخامس عشر على مستوى المدينة الذي ينظمه مكتب الثقافة والفنون والسياحة في هذه صبابة تحت شعار معرفة ثقافتنا وإصلاح انكساراتنا في فندق جيون لمدة ثلاثة أيام متتالية وقال السيد جاندرار أن الثقافة تلعب دورا مهما في التنمية الشاملة للبلاد وتلعب أيضا دورا أساسيا في بناء صورة المدينة وخلق فرص العمل وقال وزير الثقافة والرياضة السيد كجلامر داسا أن قياما الثقافية ومواردنا الفنية مكنت شعوب البلاد من العيش بوحدة لقرون وقعت مجموعة انتاج السكر الاثيوبية ونظيرتها الكوبية مذكرة تفاهم للتعاون المشترك وتم توقيع مذكرة التفاهم بين الرئيس التنفيذي لمجموعة انتاج السكر الاثيوبية ويوروبا ورئيس وفدياز كوبا جروبو أزوكاريو فرانسيسكو رينيليو مارتن وفقا للبين الصحفي الصادر عن مجموعة انتاج السكر الاثيوبية بين مذكرة التفاهم ستمكن الطرفين من العمل بالتعاون في مجال البحث والتطوير وتنوية المنتجات وبناء القدرات والدعم الفني ونقل التكنولوجيا وخلال حفل التوقيع أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة انتاج السكر الاثيوبية ويوروبا انتزام المجموعة بتنفيذ مذكرة التفاهم وحل التحديات التي تواجهها صناعة السكر الاثيوبية وقال رئيس وفدي شركة السكر المملكة الحكومة الكوبية فرانسيس كورينير ريو مارتن ان الزيارة التي قام بها لبعض المصانع السكر الاثيوبية مكنت هو الوفد المرافقة له من رؤية الامكانات غير المستغلة التي تتمتع بها البلاد ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بعد المحادثات الاخيرة التي جرت بين رئيس الوزراء أبي أحمد ونعيب الرئيس الكوبيس هلفادور بالديز ميسا عربت شركة ميتسوبيش العالمية لصناعة السيارات عن رغبتها في الاستثمار التجاري في منطقة التجارة الحرة بديريدا وبيثيوبيا بهدف الاستفادة من الاستثمارات والخيارات الاستثمارية المتاحة فيها وفقا لما ذكرت مؤسسة تطوير المجمعات الصناعية واستقبل نعيب الرئيس التنفيذي للاستثمار والتسويق في مؤسسة تطوير المجمعات الصناعية زمن قندن المدير العام لشركة ميتسوبيشي شيكووشي وزار المدير العام لشركة ميتسوبيشي شيكووشي في وقت سابق مجمعات هواسا واداما وبولي لم الصناعية التي تديرها مؤسسة تطوير المجمعات الصناعية وذكر أن ميتسوبيشي تريد الانخراط في الاستثمارات في منطقة التجارة الحرة بدريدا من جانبه أشار نعيب الرئيس التنفيذي لمؤسسة تطوير المجمعات الصناعية زمن قندن إلى أن منطقة التجارة الحرة في إدريدو هي وجهة جديدة وتشهد حاليا طلبا كبيرا على الاستثمار في مختلف القطاعات مشاهدين في ختام النشرات تذكيرون بأبرز العنوين اللجنة الوطنية لأمر الطيران تعلن اتخاذ الترتبات اللازمة لتوفير القيادة المنسقة لمجال الطيران لضمان الإقامة الأمنة للمشاركين في قمة الاتحاد الإفريقي المهم وزير الصناعة يؤكد التواصل لاتفاق بشأن الإصلاحات التشغيلية لدعم مجمعات الصناعة الزراعية بطريقة نفطة شاهدين يا كرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم نشكوكم على حسن المتابعة حتى نلتقي في نشرات قادمة نشكوكم على حسن المتابعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر